السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم من جديد والنهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض عن الدرس الرابع في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الخامس الابتدائي درسينا النهاردة عنوانه أدوات التواصل الرقمي أدوات التواصل الرقمي في البداية كده عايز أقولك إن إحنا لما بنجي نستخدم شبكات الكمبيوتر والإنترنت يعني شبكات الكمبيوتر بشكل عام بشكل خاص شبكة الإنترنت للتواصل صح؟ مش إحنا بنستخدم الواتساب عشان نتواصل مع الناس طب الواتساب ده شغال بإيه؟ شغال بالنت والنت ده اللي هو إيه؟ شبكة الإنترنت جميل طيب إحنا بقى بنستخدم شبكة الإنترنت للتواصل في نوعين سواء كان التواصل دوت او استخدامها للأفراد او كان استخدامها للمؤسسات والشركات عندي كده وعندي كده جميل بيقولي بقى للأفراد بالنسبة لما تيجي تتواصل للأفراد نتواصل يوميا باستخدام الكمبيوتر عند استخدام الهواتف يعني انا بستخدم الكمبيوتر والهواتف في ايه بقى ممكن ابعت رسالة نصية زي مثلا ان انا استخدم الواتساب عشان ابعت رسالة نصية لأي شخص بقى صحبي زميلي في الشغل ايا كان بقى تاني حاجة ممكن استخدم فيها شبكة الانترنت باستخدام الكمبيوتر او الهاتف المحمول هو ان انا اشتري حاجة معينة من على الانترنت شراء شيء ما اللي هو التجارة الالكترونية او ان انت تشتري اي حاجة اونلاين حاجة كمان بستخدم فيها شبكة الانترنت ان انا ممكن اخد درس وانا موجود على النت درس اونلاين صح عبر مثلا زوم عم برنامج زوم او برنامج التيمز صح جميل ممكن تنزل مقاطع فيديو او ترفع مقاطع فيديو على اليوتيوب مثلا تشغيل تطبيقات كتير بتشتغل بشبكة الانترنت زي ما احنا قلنا من شوية الواتساب مثلا او الفيسبوك او الانستجرام كل دي حاجة بتشتغل بالانترنت فده بقى استخدام شبكة الانترنت للتواصل وده كان بالنسبة للأفراد بالنسبة لمن؟ للأفراد العادية اللي هو انا وانت وغيرنا 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 بالنسبة للمؤسسات والشركات بتستخدم شبكة الانترنت ازاي؟ تستخدم الشبكات يوميا لمشاركة المعلومات بس بقى الشركة لما بتيجي او المؤسسة لما تيجي تعمل share information او مشاركة معلومات لازم يتم عن طريقين ياما عن طريق شبكة مغلقة ياما عن طريق شبكة مفتوحة شبكة مغلقة او شبكة مفتوحة واحنا اتكلمنا عن فرق بين الشبكة المغلقة والشبكة المفتوحة قبل كده جميل ليه بقى هي ممكن تعمل شبكة مغلقة وليه ممكن تعمل شبكة مفتوحة تعمل شبكة مغلقة لما تحب تحفظ على سرية المعلومات والبيانات بتاعتها لان الشبكة المغلقة الناس اللي بتبقى متوصلة عليها او اللي موجودة فيها الاجهزة دي بتبقى معروف مين اللي شغال عليها لمشاركة المعلومات الخاصة الشبكة المفتوحة لما تحب تنزل مثلا معلومات عايزة العمل بتوحهم او الناس كلها تقرأ المعلومات دي تبقى معلومات عامة مثلا او بتعلن عن منتج معين مثلا الشركة او المؤسسة دي فساعتها بتستخدم شبكة مفتوحة زي شبكة الانترنت يبقى عايزك تبقى عارف ان استخدام الشبكات خصوصا شبكة الانترنت في التواصل بيتم للأفراد او للمؤسسات والشركات جميل بعد كده عندي مصطلح جديد اسمه انترنت الاشياء انترنت الاشياء او بنختصره كده اي او تي اللي هو انترنت اوف سينجس اللي هو انترنت الاشياء ودي عبارة عن اجهزة متصلة بالانترنت عن طريق الواي فاي يمكنك التحكم بها سواء كانت في الغرفة نفسها او كانت حتى في مدينة اخرى يعني ايه الكلام ده مستر يعني مش اجهزة الكمبيوتر المتصلة بعضها عن طريق الواي فاي لا اي جهاز متصل على الانترنت بس هو مش جهاز كمبيوتر زي مثلا الغسالة اللي هو الحاجات اللي نازلة جديد او التلاجة اللي نازلة جديد او مثلا سماعة تشتغل عندك بالواي فاي او بتشتغل بالبلوتوث دي برضو بنسميها انترنت الاشياء يعني الغسالة اللي حضرتك بتبقى برا البيت وتروح ضابط دورة الغسيل بتاعتها او مقافلها او مشغلها من خلال تطبيق موجود على التليفون بتاعك وده متوصل بالواي فاي والغسالة نفسها وصلة بالواي فاي وتقدر تتحكم فيها عن بعد فده بنسميه الجهاز دوت بيستخدم تقنية اسمها انترنت الاشياء انترنت الاشياء ده غير ان اقدر اوصلها بالموبايل بتحكم في البروغرامي الناسب غسالة هوفر غيرت حياة عندي بقى مكبرات الصوت اللي هي اللي بتشتغل بالبلوتوث او بنسميها بلوتوث سبيكرز وده تقدر ان انت تستمع للموسيقى من خلالها او تسمع قرآن او تسمع اي حاجة تاني الاجهزة المنزلية زي التلاجة الرقمية الغسالة الرقمية التي يمكن تشغلهم باستخدام احد التطبيقات على الهاتف المخصص لذلك فده اللي احنا لسه كنا بنشرحه من شوية طيب تقنية البلوتوث ايه هو البلوتوث ده البلوتوث دي تقنية شبكية تقنية شبكية بتربط الاجهزة المحمولة اللاسلكية الاجهزة المحمولة اللاسلكية عبر مدى قصير لتشكيل شبكة لنقل البيانات بين الاجهزة البلوتوث طبعا كلنا عارفينه لما بنيجي نبعث ملف او نبعث مثلا اي حاجة بتقوله ايه بعته لي على البلوتوث بس ينفع هو يبقى في مدينة وانت في مدينة تانية وتقوله بعته لي بلوتوث لا ما ينفعش عشان كده هو قال لي ايه عبر مدى قصير عبر مدى قصير فده تقنية شبكية بنربط الاجهزة اخد بالك من النقطة كمان الاجهزة المحمولة اللاسلكية اللي هو التليفون السماعات اللي شغالة بالبلوتوث الاجهزة اللي هي محمولة في ايدينا ومش متوصلة بسلك عشان تقدر تبعث بيانات بينها وبين بعضها طيب عندي حاجة اسمها التسوق الالكتروني التسوق الالكتروني يعني شراء اي حاجة موجودة على النت ولكن قبل شراء شيء لازم تاخد اذن ورديك والتفكير في الخصوصية الرقمية لان بتحصل عمليات نصب واختراق كتير من خلال شراء الاشياء ديت يعني انا لما اجي اشتري حاجة من عن نت اختار موقع معروف وناس كتيرة كانت مجربة قبل كده زي مثلا موقع امازون هدخل عليه واختار المنتج اللي انا عايز اشتريه وحطه في السلة بتاعتي من على الموقع وادفع تمنه او ادفع تمنه لما يوصلني اي ان كان الطريقة اللي انا هاخترها وبعدين هو هيوصلني بس هو بيديك نصيحة بيقولك لازم تاخد اذن ولديك او حد كبير تسأله عشان بس ما يحصل لكش اختراق له الخصوصية الرقمية بتاعتك ايه هي الخصوصية الرقمية دي الخصوصية الرقمية اللي هي اتخاذ اعلى معايير الامان عند اعطاء معلومات خاصة الخصوصية الرقمية دي اللي انت موجود بها على الانترنت وانت موجود على الانت ده طبعا شبكة انترنت شبكة عالمية مفتوحة على العالم كله جوه مصره برا مصره في كل حتة فممكن حد يدخل يعمل لك اختراق عن طريق المعلومات الخاصة بتاعتك ممكن حد يكلمك على انه مثلا شركة او غيره يبدأ ينصب عليك فياخد المعلومات الشخصية بتاعتك وبعدين يدخل يهكر جهازك عن طريق المعلومات الشخصية دي دي الخصوصية الرقمية طب بالنسبة للسكرين ريدرز او قارئات الشاشة دي بتساعد الاشخاص بس ان هما مين اللي هما ضعاف البصر عشان يقدروا انه هما هي قارئات الشاشة ديت بتخلي الشاشة تقرأ النص يعني احنا زي ما انت شايف كده الشاشة معروض عليها كلام مكتوب فهي انا لو كفيف او مش بقدر اشوف او نظري ضعيف خالص الشاشة نفسها بتقرأ الكلام اللي مكتوب عليها وبترد عليك وتقدر ان انت تطلب منها حاجات عن طريق ابليكيشن مثلا تخليه اتصلك بحد تخليه اقرأ لك اللي على الشاشة ايا كان من خلال الابليكيشن اللي موجود جوه قارئات الشاشة دي بعرفنا ايه هو البلوتوس وايه هو التسوق الالكتروني والخصوصية الرقمية وقارئات الشاشة كمان اللي هي طيب تعال اقولك بقى ان الشبكات بتساعد الاشخاص ذو الهمم كلنا عارفين طبعا يا شباب زي ما عرفنا في سنة 4 مين هما الاشخاص ذو الهمم الشخص اللي عنده بتر في رجله الشخص اللي عنده ضعف في نظره الشخص الكفيف الشخص الاصم اللي مش بيقدر يسمع كويس كل دي ناس او الناس اللي هي عندها متلازمة داون او هي الناس كل الناس ديت اللي احنا بنسميها الاشخاص ذو الهمم طيب الشبكات الكمبيوتر تمنح الاشخاص اللي هما ذو الهمم دول مزيد من الاستقلالية الاستقلالية سواء بقى في المنزل او الاماكن العامة بتساعدهم على توفير المال والوقت وبتزيد مستوى ثقافتهم كمان طب بتساعدهم زي ازاي بتساعدهم يعني بتساعدهم في ايه تساعدهم مثلا ان هو عايز يستمع الى موسيقى او اي حاجة من خلال مكبرات الصوت بالبلوتوث لو شخص مش هيقدر يتحرك من مكانه ويقوم يشغل الموسيقى او يشغل التليفيزيون مثلا او يشغل اي حاجة ممكن تشتغل بالبلوتوث فهو قاعد في مكانه هيقدر ان هو يشغلها بالبلوتوث صح فهي ساعدته تقدر ان الاشخاص الذو الهمم دول يستخدموا موقع بنك المعرفة المصري اللي موجود عليه طبعا كل شروحات المواد المواد العلمية بكل سهولة فده هيخليه ايه ما ينزلش من لو طالب مسلا عايز يذاكر هو من الاشخاص الذو الهمم فهي هتساعده تخليه ان هو ما ينزلش من البيت ويستخدم موقع بنك المعرفة اللي احنا عارفين ان هو مجاني للاشخاص المصريين ويقدر ان هو يستخدمه وينزل المادة العلمية او يتفرج على فيديوهات وانشطة موجودة عليه ويبقى هو زاكر وهو قاعد في مكانه ما اضطرش ان هو ينزل المدرسة وهو مثلا عنده شلل او عنده بتر في رجله او كده الحاجة التالتة اللي هي بتساعد بقى لشبكات الكمبيوتر اللي اشخاص الذو الهمم فيها برضو التسوق عبر الانترنت والتجارة الالكترونية التي تيسر حياة الجميع هو مش هيقدر ما هو شخص كفيف مسلا مش هيقدر ينزل يشتري حاجة فممكن يشتريها من على الانترنت وتوصله وهو قاعد في البيت صح فده ساعدته ولا لأ ساعدته طبعا جميل يبقى كده خلصنا الدرس النهاردة درسنا النهاردة جميل لذيذ مفوش يعني صعوبة او كلكعة كتير وهندخل على طول الجزء التاني من الفيديو ده اللي بيكلمنا عن اختبر معلوماتك احنا زي ما احنا متعودين هنحل مع بعض السؤال الاول وهنسيب السؤال التاني لايه لحضراتكو تحلوه وتبعته ليه في تعليق او في اي مكان هتلاقوني موجود فيه او على جروب الفيسبوك مسلا لو حد محتاج الجروب ممكن يقولي وانا ابعت له ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارة الاتية استحيل ان تكون الادوات المنزلية جزء من شبكة هي الادوات المنزلية اللي هي التلاجة الغسلة اللي احنا كنا بنتكلم عليهم صعب او مستحيل تكون جزء من شبكة زي شبكة الانترنت مثلا لا طبعا مش صعب فبالتالي هنقول ايه او غلط تعتبر فارط التحكم مثلا على انترنت الاشياء لا طبعا انترنت الاشياء اللي هي التلاجة الغسلة او البلوتوس او السبيكر بلوتوس لابد من اتخاذ اعلى معايير الامان عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الانترنت طبعا صح تسمح شبكة الانترنت للمستخدمين بالتسوق الالكتروني شبكة الانترنت تسمح لك بالتسوق الالكتروني اه يبقى هنقوله صح استخدم ضعاف البصر قريئات الشاشة لقراءة الابحاث طبعا صح شبكات الكمبيوتر لا تمنح الاشخاص زلهمم اي استفادة طبعا غلط لا طبعا هي بتمنحهم استفادة هي مفيدة ليهم اصلا وبتساعدهم كتير السؤال التاني اختر اجابة صحيحة مما بين القوصين زي ما انت شايف كده اقرأ الاسئلة ديات ويجاوب عليها وبعتلي الاجابة بتاعتها واتمنى لكم التوفيق واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام